أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم السبت 13 أذار 13 ثلاث القمر طبعا موجود في منزلة الرشا وبدو ينتقل لمنزلة الشرطين يعني بمعنى آخر أنه موجود بالحوت وبدو ينتقل لبرج الحمل طبعا اليوم برضو توقعات مختصرة ولكن إن شاء الله يعني أخلفت معكم بالوعد أنه اليوم تكون حلقة بالبيوت لأسباب أنه لسه أنا بعافي شوي وظروف صارت معي فأخرتني عن التسجيل ولكن إن شاء الله بكرة رح تكون الحلقة كاملة فيها شهر مفصل مثل ما تعودته طبعا القمر موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 11.43 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة اللي هو يوم بث الحلقة لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان، للعمليات الصغرى، تقليم الأظافر طبعا لا تصلح لحلاقة الشعر لأن القمر اليوم بنولد هلال فعشان هيك يعني ما بنصح قص الشعر بهاي الفترة بالنسبة للقمر طبعا موجود بالحود تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون بالحود بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين بنتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير بنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا عدة زوايا فلكية أول زاوية رح تكون زاوية اقتران إيجابية وهاي رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ولكن هاي الزاوية سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون في تمام ساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة صباحا لبتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي معناها ولادة الهلال فرحين ولد الهلال يعني هذه معنى الاقتران بين القمر والشمس يعني ان الهلال بداية ولادة القمر أو الشهر الجديد قمريا أو فلكيا طبعا هيا رح تكون الساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة ظهرا امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنطلق المساند والدعم من الأصدقاء ونتجه لتغليب العقل ونصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس إيجابية هي آخر زاوية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتجعلنا أو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ خلو المسار فخلو المسار رح يبدأ خلو مسار القمر رح يبدأ ساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء ورح ينتهي في تمام الساعة حداعش وثلاثة واربعين دقيقة مساء عند منتصف الليل وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر بعديها بنتقل لبرج الحمل الساعة 11 وثلاثة واربعين دقيقة قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش مساء تأثير القمر لما بصير بالحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو تعديل على قصة الشعر زي ما حكينا لأن القمر في ساعة ولادة فمنقول أنه لا تصلح لقص الشعر ولكن برضو هي جيد لقامة حفلة ما أما بالنسبة طبعا لخلو المسار القادم بما أن القمر رح يكون موجود في الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ستعاش ثلاث رح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة واربعين دقيقة صباحا ورح يستمر إلى تمام الساعة عشرة وستة وخمسين دقيقة ظهرا لا ينتقل لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر زي ما حكينا بما أنه في زاوية اقتران اليوم بين القمر وبين الشمس يعني ولادة الهلال أو القمر الجديد اليوم طبعا هو تسعة وعشرين يوم في تمام ساعة أربعة وست دقائق صباحا بصير ثلاثين يوم وعند زاوية الاقتران بصير صفر يعني بدأنا في اليوم الأول من الشهر الجديد فلكيا أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الحوت وهو رح ينتقل للحمل حتى يوم ستعاش ثلاثة سعيد بنسبة خمستعاش في المية عطارد في الدلو حتى يوم خمستعاش ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيدة بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% البلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا لآخر يوم بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني أو الثاني على التوالي يعني هاي فترة سلبية اللي بيشعر بأعراض غير اعتهادية بده يتوجه للفحص أو للعلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف مالها اي اساس خلال هذا اليوم برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل ولكن بنصحكم من انجاز كل اعمالكم الضرورية لانه في ساعات المساء القمر وحيصير في بيت المتعب برج الجوزة يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل او بيرغب في انخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي برج السرطان كونوا اكثر صبر وواعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة عندك احلام او اهتمامات بامور العلاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة والقيام بمشاريع كبيرة برج الاسد بتنشغلوا في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكي او من تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والاجواء مشجعة يهم مناسب للاهتمام خطبي او زفاف او توقيع عقد او الاهتمام باوراق من هذا النوع الى علاقة في هاي الامور علاقتك الزوجية او العائلية او مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق برج الميزان باتراكم العمل لديكم انتبهوا جيدا لصحتكم نظموا واجباتكم الغذائية وخذوا قس كافي من الراحة تجد سهولة في تطبيق اعمالك خصوصا الروتينية او المنزلية برج العقرب تجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية وبتشعروا بقوة الحظ والعاطفة وبرضوا على المستوى المالي بوسعكم شراء اشياء ثمينة اليوم او اشياء تجميلية هاي فترة حظ وبتتقوى من خلالها علاقات العاطفة وهاي الفترة بتعرف نوع من انواع البهجة او نوع من انواع الحظوظ برج القوس بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم او الاهتمام بامور البستنة بتجدوا تعاون من افراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك اليومي وتنقلاتك بتكون منتعة وبتستفيد من علاقتك مع المحيط برج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة تعرف هاي الفترة سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح برج الحوت ثقتكم بانفسكم كبيرة وانتو اليوم اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الامور وادفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة خصوصا على المستوى النفسي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء